هذا وأكدت قيادة الجيش الوطني أن العملية العسكرية الجارية لفك الحصار عن مدينة تعز واستكمال تحرير المحافظة لن تتوقف خاصة أن الميليشيا باتت تنهار كل يوم أمام إمكانيات بسيطة يمتلكها الجيش الوطني وتحقيقه تقدما ميدانيا في كل الجبهات وقال المتحدث باسم محور تعز العقيد عبد الباصد البحر في تصريح لقناة يمن شباب من الجيش الوطني تنقص الأسلحة الثقيلة التي تتطلبها معركة التحرير مثل المدرعات والعربات والمدفعية الثقيلة وآلات التعامل مع الألغام من كاسحات وأجهزة كشف إلى جانب أجهزة الرؤية الليلية وأسلحة القنص اليوم المعارك في مقبنة غرب تعز تقدمات كبيرة للجيش الوطني بعد أن صدوا محاولات استرقاع الميليشيات لبعض المواقع في رحناق وفي حيد الحمام لكن صدتهم القوات وتقدمت أكثر هناك تقدمات في موزع قنوب شرق معسكر خالد في منطقة موزع تم تدمير عربتين للقوات الميليشيات وتم استهداف تعزيزاتهم بمدفعية الجيش الوطني معارك أيضا في القبيطة وتتقدم القوات باتجاه سوق الخميس معارك في أكثر من اتجاه وقبهة في تعز وما زالت مستمرة المعوقات هناك معوقات في التسليح وخصوصا السلاح الثقيل حيث تفتقد تعز للإمكانيات التسليحية وخاصة العربات المدولبة لنقل القنود وآلات التعامل مع الألغام وكاسحة الألغام وأجهزة كشف الألغام وأيضا تفتقد إلى المدرعات والعربات والمدفعية العملاقة والثقيلة وأيضا أجهزة الرؤية الليلية وتفتقد أيضا للقناصات وغيرها من الأسلحة النوعية المطلوبة في المعركة الحديثة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة